في الفين وثمانية عشر شهد قصر السلام دخول برهم صالح رئيسا للجمهورية لكنه لم يكن الدخول الاول لصالح في معترك الحياة السياسية حيث ولد برهم احمد صالح عام الف وتسعمائة وستين في مدينة السليمانية بين اسرة متعلمة وكان والده قاضيا حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كارديف عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين ثم شهادة دكتوراه في الاحصاء والتطبيقات الهندسية في الكمبيوتر من جامعة ليفربول عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين في الف وتسعمائة وستة وسبعين انضم لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني اصبح عضوا في تنظيمات الحزب باروبا في الف وتسعمائة واثنين وتسعين انتخب عضوا في قيادة اليكتي كلف بادارة مكتب الاتحاد الكردستاني في امريكا اسلس الجامعات الامريكية في السليمانية لم يحمل السلاح طوال حياته وكان عمله مقتصرا على النشاط العقلي في السياسة شغل عدة مناصب في اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بعد 2003 في اكتوبر 2018 اختره مجلس النواب رئيس الجمهورية العراق بحصوله على دعم مائتين وتسعة عشر نائبا خلفا للرئيس فؤاد معصوم وخلال الاربع سنوات الماضية مر صالح بتحديات كثيرة لكن اهمها كان وجوده في رئاسة الجمهورية اثناء اوسع احتجاجات شهدها العراق مؤيدا مطالبها وابرزها الانتخابات المبكرة وقعت المرسوم الجمهوري الخاص باجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العاشر من تشرين الاول المقبل وينافس برهم صالح على الرئاسة لطيف رشيد والذي كان وزيرا للموارد المائية لكن اتلاف دولة القانون بزعامة نور المالك كشف عن اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على دعم ترشيح لطيف رشيد لمنصب رئيس الجمهورية دون اعلان رسمي من الديمقراطي الكردستاني نفسه ويثير الاعلان عن مبادرة ترشيح رشيد من طرف واحد وهو اتلاف دولة القانون الشكوك حول طبيعة الاتفاق على حسم الخلاف الكردي الكردي كما ان تبني اتلاف دولة القانون اسبقية الاعلان عن المرشح الكردي للرئاسة قبل الحزبين المعنيين في اقليم كردستان يزيد الشكوك حول مجريات جلسة الغد وما سيجري فيها لا زالت حظوظ صالح مرتفع كما رأى مراقبون فضلا عن ان الاعلان عن ترشيح لطيف من قبل اتلاف دولة القانون يجعل حظوظه اقل نظرا لقلة تأثير اتلاف المالكي داخل البرلمان